السلام عليكم طلاب الرياضي ومدارس الوطن العربي كيف حالكم يا طالبة الأعزاء؟ هيا يا ثالث نبدأ في حل التدريبات الكتاب بحل تمرين تحويل الفعل الماضي إلى الفعل المضارع علينا مراجعة فعل الماضي وفعل المضارع إن الفعل الماضي هو الفعل يخبر عن حدث في زمن الماضي حدث وانتهى ويكون الاسم الذي يليه الفاعل الذي قام بالفعل وحركة آخره الضم أو تنوين الضم إن فعل الماضي يقبل التأنيذ دخول تاء التأنيذ له مثل رسمة رسمت وتكون حركته يا ثالث الفتحة ميت الفعل الماضي من بين الكلمات التالية بتلوينه لعب فعل ماضي سنتم اقرأ فعل ماذا يا ثالث أحسنتم؟ أمير فعل المضارع هو فعل يخبر عن حدث في زمن الحاضر أو المستقبل وتكون حركة آخرية الضمى ويبدأ الفعل المضارع بأحد أحرف كلمة نأتي نون ألف وتا ويا ويكون الاسم الذي يليه الفاعل يكتب فعل المضارع مرفوع بالضمى عند التحويل يا ثالث من فعل الماضي إلى المضارع يحدث تغييرين أول تغيير تصبح حركة الفتحة ضمى ويجب علينا يا ثالث أن نضع أحد حروف كلمة نأتي نون ألف تا ويا حرف الياء مثل ما هو موجود في التمرين رسامة تصبح يا ثالث يرسم شربت هي تا التأنيث الساكنة عند تحويلها إلى فعل المضارع يجب علينا أن نختار حرف التا فتصبح تشرب لن تدول على المؤنث الثالث بعد مراجعة الفعل الماضي والفعل المضارع من يقل لي السؤال السابع؟ هيا يا محمود أملأ الفراغ على نمط المثال أحسنت هيا يا رنيم اقرأ لي المثال رتب كتوبه يرتب كتوبه أحسنت أنتبه على الكلمة الملونة على ماذا تدل يا ثالث؟ تدل على فعل أحسنت فإن رتب هي فعل الماضي وحركته الفتحة يرتب هي فعل المضارع وحركته الضم وعندما يا ثالث يتم التحول من فعل الماضي إلى المضارع علينا يا ثالث تغيير حركته من فتحة إلى ضمة وأيضا يا ثالث يجب علينا إضافة أحد حروف كلمة المضارع التي هي نون ألف ياء وتاء ويوم الثالث هنا يا ثالث تم إضافة حرف الياء نتابه يرتب ونلاحظ أيضا يا ثالث إلى الفعل المضارع والماضي أن الحرف التا هو المشدد وحرف التا عند تحول المضارع أيضا أبقيها مشددا ما معنى شده يا ثالث هي عبارة عن حرفين متشابهين الأول ساكن والثاني متحرك أحسنتم يا ثالث يلا يا محمود نظف أسنانه تصبح يا ثالث تصبح يا ثالث ينظف أحسنت يا ثالث من الأخرى أي يا راما ترس طلابه تدرس طلابه أحسنتي قلم أظافره تصبح يا ثالث يقلم أظافره سنتم يا ثالث رائعين أخرى من يتحدث لي عن القاعدة الأساسية الموجودة في هذا التمرين أحسنت يا إبراهيم تحويل الفعل الماضي المضعف إلى فعل مضارع لكن قبل ذلك علينا مراجعة أحسنتي يا لياما أبقى يا ثالث ذكر الضمائر المنفصلة وهي ضمائر الغائب وضمائر المتكلم وضمائر المخاطب الآن يا ثالث تمريننا كان عن ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب هي أنت أنت أنتما أنتم أنتنا أنت لا اسم المفرد المذكر أنت لا اسم المفرد المؤنث أنتما للمثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا وأنتم للجمع المذكر يا ثالث وأنتنا للجمع المؤنث وعند القيام بالحل يجب الانتباه إلى الجملة التي تلي هيا نطبق على التمرين مضعف نلاحظ أحد أن كلمة عاملان تحتوي على ألف ونون وهي المثنى هيا يا مصطفى أنت أنتما طفلان مهاذبان أحسنت نفس الملاحظة هي تحتوي على ألف ونون المثال الآخر أنت أنتم أولاد مفكرون أنتم هي للجمع المذكر أحسنت يا ليان أنتم رجال المستقبل ثالث سوف أقوم بحل أكتب صفحة 64 ونقى لي السؤال الأول أحسنت يا مصطفى أضع تنوين الفتح أو النون في المكان المناسب السؤال الآخر هو الفرق بين النون الساكرة والتنوين ما الفرق ما بين النون الساكرة والتنوين أحسنت يا ليان يجب أن نقوم بتسكين الكلمة فإذا لفظت نون فإذا هي نون ساكرة وإذا اختفت النون إذا هي لألف مسح أنس الغبار عن مصباح قديم عن فت لفظت نون فإذا هي براع نون يا لي أهالي الحي يعانون ألاما أحسنت ألاما في أثنانهم بارع عن تنوين فتح عندما قمنا بتسكين الميم لم تلفظ حرف النون فهي عبارة عن تنوين فتح المثال الثالث تمنى أنس أن أن لفظت نون فهي عبارة عن نون ساكنة تختفي فراشي الأسنان السؤال الثاني أختار أختار الكلمة المناسبة ثم أكتبها في الفراغ كما في المثال أحسنت يا ليان من يقالي المثال؟ أيا يا أحمد وصل سعيد وأخوه وجلس على العشب من يقول لي يا ثالث جلس الكلمة الملونة على ماذا تدل؟ أحسنت يا ليان على المثنى وماذا قمنا بتسمية الألف الآن هنا هي ألف الاثنين أحسنت إذا القالة يا ثالث هي تحويل الفعل الماضي إلى مثن إضافة ألف الاثنين من يقالي المثال الأول ذهب آدم وفادي ولعب أحسنت بكرة القدم لماذا يا ثالث لم نضع لعب إن لعب يا ثالث تدل على مفرد أحسنتم وليعب أحسنتم تدل على ماذا على الجمع المثال الثاني عاد عاد أحمد وطلال وطلال وسلم على والديهما مرة أخرى لماذا لم نضع سلم لأن يا ثالث سلم للجمع أحسنتم لماذا لم نضع سلم لأن لدينا أحمد وطلال المثال الثالث هذا عيسى وسعيد و فرحة بالجائزة فرحة تدل يا ثالث على فعل الماض نضيف له ألف الثاني السؤال الثالث أملأ الفراغ بتاء مفتوحة أو تاء مربوطة أحسنتم يا ثالث كيف سأميز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة يا ثالث قبل أن نعرف الفرق ما بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة يا ثالث علينا أن نراجح ما الفرق بينهما للتمييز ما بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة نقرأ بتسكين آخرها فإذا لفظت تاء تكتب تاء مفتوحة وإذا لفظت تاء تكتب تاء مربوطة يا ثالث أقمن الفرق بشكل التاء المناسب هيا يا ثالث نبدأ بالثمرين عادة نضع يا ثالث السكون بالأول عادة حمزة تم لفظها يا ثالث ها فهي فهي تاء مربوطة من المدرسة تم تسكينها يا ثالث فهي لفظتها إذن هي تاء مربوطة لكن متصلة إن يسبق حرف متصل الآن الآن يا ثالث سألت لفظت وبقيت عند التسكين تاء فهي تاء يا ثالث تاء مفتوحة وهكذا يتم تمييز التاء المربوطة عن تاء المفتوحة وهي لها اسم آخر وهي المبسوطة عند وضع السكون بقيت تاء تكون تاء مفتوحة ولفظتها فهي تاء مربوطة هيا لحل التمرين الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة يا ليان أحسنت يا بطلة نقوم بوضع السكون على الكلمة التي تنتهي بتاء إذا لفظت لفظت تاء تكتب تاء مفتوحة وإذا لفظت تاء مربوطة أحسنت إذن القاعدة هي الفرق ما بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والتي سميت أيضا بالتاء المبسوطة تعني يا ثالث من يقع لي المثال الأول عاد حمزة أحسنت من المدرسة مبتسما حمزة حمزة تاء مربوطة لماذا وضعت تاء مربوطة يا أحمد أننا إذا وضعنا السكون تصبح لفظها حمزة في المثال الثاني أشرفت ربيبة المركز على المريض أشرفت لفظت تاء فهي تاء مفتوحة في المثال الثالث ساعدت غادة أحسنت أمها في ترتيب المنزل عند التسكين غادة تصبح غادة وقد لفظتها فهي تاء مربوطة يلا يا ليان قطفت من بستان وردة تن أحسنت عند التسكين غادة ثالث تصبح وردة وقد لفظتها فهي تاء مربوطة المثال الأخير غادة يا أحمد سلمت أحسنت لفظت فهي تاء مفتوحة لقية أحسنت على الضيوف لنيا ثالث سلمت يا تاء لفظت فهي تاء مفتوحة ورقية عند التسكين لفظتها فهي تاء تاء يا ثالث مربوطة الآن يا ثالث سنقوم بكتابة هذه الجمل بخط جميل مع مراعاة كتابة الحروف يا ثالث على الأسطر يؤلموني هيا يا ثالث أنشدوا معي درسي يا أمي علموني يشتد ونومي يحرموني تذكر تذكر يا حسان ما قال طبيب الأسنان نظف سنك يا حسون بالفرشات وبالمجون وتنظفها بعد الأكل سنا سنا ولا مه واشرب لبنا كل صباح تحفظ أسنانك ترتاح هيا يا ثالث إلى النشاط اكتبوه من اللوح ها هو يا ثالث النشاط الموجود بصفحة 67 قم بي التلوين هيا ثالث قد انتهى درسنا أسنان السليمة شكرا لكم على جهودكم معي اشتركوا في القناة